حلقتنا نتعلم مع بعض انه خطوات تثبيت تعريف学ين HP 236DW بالكمبيوتر canauthio باستخدام كابل USB و bar tecnología وباستخدام راوتر وفي فى وطبع فننتعلم من فكرة سوف نذهب ل .نذهب لن decidir تعريف البرنتر باستخدام كابل USB والفكرة الثانية هنتعلم ازاي نسبت تعريف البرنتر باستخدام الراوتر الواي فاي وعشان ما اتقولش عليكم يلا يبيني نروح للفكرة الاولى ونسبت تعريف البرنتر باستخدام الكابل اليو سي بي مبدئين كلا جماعة انا سأسيب لكم رابط تحت الفيديو في خانية الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق لمجرد ان اغطيط على الرابط ده سيبدأ يحولك لصفحة اتش بي الرسمية عشان نبدأ نحمل ونسبت تعريف البرنتر وعي يظهر لك بالشكل ده هنزل تحت شوية كده تمام؟ ونختار اختيار اسمه هو ده ضغطة واحدة عليه كده ثم هنختار download ثم ننتظر لحد برنامج يبدأ يتحمل ويتثبت معنا وبعد ما التعريف اتحمل معنا هنقفل الصفحة دي مش محتاجنة في اي حاجة تانية خلاص ونجي ندخل هنا على zbc او mic computer اللي عندك وندخل على download هتلاقي التعريف نزل بالشكل ده هنتكك لك كلمنا عليه كده ونختار open ثم هنختار yes ثم بعد كده هيفتح لك بالشكل ده هنختار continue ثم هنختار yes ودلوقتي هو بيقولك انه لقى printer في الروتر بالاسم ده وده الاي بي بتاعها لو انت دلوقتي عايز تثبتها باستخدام الروتر واي فاي فهتختار continue لكن لو انت عايز تتبع معي باقي الخطوات ونعرفها الاول بيخلال الكابل USB بعد كده نرجع الروتر واي فاي في الحالة دي عشان نكمل خطواتنا بتعريف الكابل USB هنختار printer is not show ثم هنختار continue ثم هنختار USB ثم هنختار USB ونختار continue ودلوقتي بيقولك ركب الكابل USB الواصل بين الطابعة والكمبيوتر او الطابعة واللابتوب ثم هنختار back ولما عملنا باك ظهر لك هنا بيقولك printer found لقى ان في برنتر متوصلة بالكابل USB فالحلقة دي هنختار continue ثم هنختار ثم هنختار next ثم نعلم صح هنا ونختار accept ونختار no thank ونختار no thank مرة أخرى ودلوقتي بيبدأ يثبت تعريف البرنتر وهنا من واحد لتسعة يعني دلوقتي دي لازم تبقى تسعة لتسعة الخطوة دي تنتهي معنا بعد كده هنختار الخطوة اللقامك دي هنختار no thank you ونختار continue ودلوقتي رايح على الخطوة الثالثة انتهينا من الخطوة الأولى والخطوة الثانية والنقطة هي ماشية على الخطوة الثالثة ودلوقتي بيقولك setup complete هتختار go online وبكده سبتنا تعريف البرنتر باستخدام الكابل USB بنجاح ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقرة الثانية وهي خطوة تثبيت تعريف البرنتر باستخدام الراوتر الواي فاي قبل ما نذهب على الكمبيوتر او اللابتوب ترى الليد الازرق ثم هو منور ازرق كده سنقربها ثم هو منور باللبني كده معانا ان البرنتر متوصلة بالراوتر الواي فاي افرد دلوقتي ان اليد ده بش منور ازرق هنعمل ايه؟ هنرجع للفيديو اللي فات ونتعلم ازاي نروبط تعريف البرنتر باستخدام الراوتر الواي فاي وده ستجديني سيبه لك لنك تحت الفيديو في صندوق الوصف او ممكن تتعلمه في اول طرح وبعد ذلك نتبع خطوات تثبيت البرنتر باستخدام الراوتر الواي فاي وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بينا هنتبع نفس الخطوات بالزبط هنفتح الملف العادي جدا الخاص بالتعريفات ثم هنختار اس هنمش نفس الخطوات بالزبط لكن بدلا ما نختار يو اس بي هنختار واي فاي وهنشوف مع بعض الخطوات دلوقتي حالا هنختار continue هنختار اس وبعد ذلك سيأتي لك الخطوة الواي فاي لازم تتأكد ان الاب اخذ رقم اب هو ده رقم اب لو البرنتر اخذ رقم اب في الحالة دي هنختار continue وهنا بيطلب منك رقم ابن طيب رقم ابن ده فين؟ فيه خطوتين تقدر تخرج منهم رقم ابن اول خطوة معنا لو جيت فتحت البرنتر للأعلى كده تمام؟ وجيت هنا كده هو مكتوب هنا ابن وهو ده رقم ابن زي ما نشايفين كده ده رقم ابن اللي احنا نكتبه دلوقتي في الخانة اللي ظهرنا في الكمبيوتر وتاني خطوة معنا هنتكد على الزرور اللي عليه حرف الاي دخطة واحدة كده سيبدأ يطبع لنا ورقة اللي ورقة دي فيها رقم ابن اهو بص معي فوق كده مكتوب برنتر ابن اهو ده رقم ابن تقدر تطلعها من ورقة او من مكان الحبارة مع العلم ان رقم ابن ده مختلف من برنتر لبرنتر تاني يعني مش عشان انا كتبته قدامك كده فتاخده وتكتبه عندك مش هيمش معك خالص تمام؟ فكل برنتر لها رقم ابن خاص بيه بعد كده هنختار سامبل بعد كده هنختار بعد كده هنختار بعد كده هنختار ونختار نيكست اهي البرنتر زيتنا بالشكل ده هنختارها كده تمام؟ ونختار نيكست ثم هنختار ييس طبعا وانت بتعرف البرنتر واي فاي لازم تتأكد ان النت اللي موجود في الكمبيوتر او اللابتوب على نفس الراوتر اللي ما تعرفه منه البرنتر يعني البرنتر دلوقتي شبكة نازم نفس الجهاز الكمبيوتر ده يبقى شبك بنفس الراوتر اللي شبك بالبرنتر وهو ده زمان شايفين انتهنا من الخطوة الثانية وداخلنا على الخطوة الثالثة بعد كده هنجيلك الخطوة الروتينية دي تمام بتختار البلد بتاعتك ولو لا تهاش دي خطوة الروتينية ممكن تختار اي حاجة نختار نيكست بعد كده هنختار وبكده ثبتنا تعليف البرنتر مرة باستخدام الكابل ومرة باستخدام الراوتر الواي فاي انا بنصحك دلوقتي بعد ان تخلص تعريفين تعمل للكمبيوتر اعادة التشغيل اللي هي restart عشان بس لو فيه اي تهنيجة في التعليف ولا اي حاجة بتثبت بعد الريستار فيالله بينا نعمل restart واقابلكم بعد عدد التشغيل ودلوقتي احنا عرفنا البرنتر مرتين مرة بكابل ومرة بالروتر عايزين لما نجي نتبع نقدر نفرق احنا بنتبع من الكابل ولا بنتبع من الروتر الموضوع بسيط جدا هتروح على control panel اللي موجودة في سطح المكتب دي ولو ملاتهاش على سطح المكتب ممكن تعمل search وتبحث عليها هني افتحها عادي جدا كده ونختار view advisors and printers هتلاقي البرنتر متعرف عندك مرتين بس انا عندي مشكلة في الويندوز شوية فهي دي البرنتر عندي واحد مكتوب على network والتاني مكتوب علي usb لو ضغطنا ضغط المين كده على مكتوب على network حسنا نتأكد ان هي متعرفة بالواي فاي ولا اه ونختار printer ودروع على portes كده هتلاقي مكتوب ارقام كده هتمشي كده هتلاقي مكتوب ارقام كتير يبقى دي من خلال الراوطر واي فاي عايزين نحددها انها تبقى من الراوطر واي فاي عشان ما تلاقبطش شايفين الكلام اللي بالازرده هنمسحه كده ونكتب من الراوطر ونختار اوكي بقت من الراوطر والتاني اللي من الكابل usb كريك المين كده تمام وتختار printer properties ونروع على portes هتلاقي مكتوب علي usb يبقى هي دي من خلال الكابل usb هنرجع لجنرال كده ونمسح الكلام اللي بالازرده ونكتب من الكابل بس وتختار اوكي يبقى كده لو انت فتحت اي صفحة عندك هيا نفتح اي صفحة عندنا هيا صفحة word عادي جدا وعملنا مثلا control b كان هنا بنطبع تمام؟ وجيت هنا عند printer بقى عندك مكتوب من الراوطر ومن الكابل لو اختارت من الراوطر ودغطت على print ستتبع من خلال الراوطر wifi لو حبيت تغييرها واختارت من الكابل ستتبع من خلال الكابل usb الموضوع سهل كده وفيه حاجة مهمة جدا لازم اوضحه لكم اي printer فيها خاصية تبع على الوجين automatic لما تيجي تعرفها الوضع الافتراضي للتبع بتبع على الوجين automatic يعني لو انت عندك اكثر من ورقة فهي دلوقتي هتتبع اي حاجة على الوجين ونختار printing preferences تمام ونذهب على print on نضغط على دغطة واحدة ونختار none ثم نختار اوكي وكذلك من خلال الكابل usb هنعمل نفس الخطوة بالضغط كده اتعلمنا ازاي نعرف البرنتر من الراوطر الواي فاي وكمان من الكابل usb وزبطنا الاعداد بتاعتنا وبكده انتهينا من موضوع حالة النهاردة اتمنى اعجبكم اتمنى الموضوع يكون اعجبكم منتظر اي سبسال لكم بخصوص طبعا كان معاكم احمد السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته